ينضم إلينا الآن من بيروت علي لامين الكاتب والمحلل السياسي أستاذ علي كما يقول أهل القانون دوماً الحكم هو عنوان الحقيقة أما وقد صدر الحكم وظهرت الحقيقة وفق هذه القاعدة ترى إلى أين يقول ذلك لبنان ليتن تحياتي لك ولمشاهدي الغد لا شك أن هذا الحكم منتظر وصدوره هو يعبر عن صدور حكم فيما يتصل بقضية أهم اغتيال سياسي غير معالم لبنان وغير أيضاً ربما على مستوى المنطقة كانت له تداعياته وبالتالي بحد ذاته مجرد صدور الحكم هو أمر جد مهم على المستوى فكرة العدالة على فكرة على الرسالة الدولية إلى لبنان بأنه لبنان الذي استهدف مشروع الدولة فيه أن المجتمع الدولي لازال مهتماً ومعني بهذا الوضع اللبناني وأيضاً رسالة للداخل اللبناني بأنه مسألة الاغتيال السياسي لم تعد تمر مرور الكرام بطبيعة الحال هذا الحكم هو أمر حقق أوضح جوانب عديدة فيما يتصل بهذه الجريمة هو أظهر إلى حد كبير أن هذه المحكمة غير مسيسة هذه المحكمة تحدثت في حكمها عن أن الجريمة هي جريمة سياسية إرهابية أن قرار الاغتيال تم بعد مؤتمر لبريستول يعني مؤتمر لبريستول هو المؤتمر الشهير الذي أعلن فيه الدعوة إلى مغادرة الجيش السوري أو الانسحاب القوات السورية من لبنان وبنفس الوقت أيضا أدانا شخص مسؤول في أمني في حزب الله وإن برأ الثلاثة الآخرين الذين كانوا متهمون للمدعي العام لأنه أيضا يظهر هذه العلاقة بين حزب الله وهذه الجريمة أستاذ علي قلت في بداية إجابتك أن هذه الجريمة كان من أهدافها أو قلت أنها غيرت كثيرا من الموقف في لبنان والمشهد السياسي في لبنان سيد سعد الحريري قال في تصريحاته أن هدف جريمة الحريري فعلا هو تغيير وجه نظام لبنان وهو ياتف هل تحقق الغرض من هذه الجريمة فعلا قياسا على الواقع المعيشي الآن في لبنان حكم المحكمة بطبيعة الحال هو حكم محكمة هو إظهار للحقيقة هو ليس قرار سياسي اتخذته مجموعة معينة المحكمة تقنية لها دور محدد كانت أظهرت للقضاء أظهروا اهتماما من خلال هذا الحكم باهتمام بأنه يكون في دقة هائلة في اتخاذ الحكم لذلك الذين برئوا بسبب الشك لشك ما أنه يمكن أن لا يكون لهم علاقة فجرت تبريئتهم وبالتالي هذه المحكمة ليست هي التي ستغير الواقع لبنان وذلك بعض ردود الفعل عند الناس ربما كانت مفاجئة لجهة أنه في توقع أن المحكمة هي ستغير كل شيء لا المحكمة هذا دورها في المسألة السياسية بجانب سياسي للحكم طيب هذا الجانب السياسي كان هو النقطة المهمة التي سأطرحها على حضرتك في سؤال الأخير هل من خلال ردود الأفعال المبدئية من القوى السياسية المختلفة في لبنان تعتقد أو كيف تقرأها تجاه هذا الحكم يعني أنا بتقدير الجانب السياسي هو المستوين في مستوى داخلي ومستوى خارجي مستوى يتعلق بمجلس الأمن ويجب أن نشير أن الحكم ابتدائي وخاضى للاستئناف لكن على المستوى الداخلي السياسي بطبيعة الحال كان الموقف الأبرز هو موقف الرئيس سعد الحريري الذي كان واضحا لجهة أولا أنه يقبل بهذا الحكم وملتزم بتنفيذ العدالة فيما يتصل بتسليم المتهم سليم عياش وبنفس الوقت وجه رسالة إلى حزب الله واضحة المعالم بأنه على حزب الله أن يضحي وهذا برأيي ما يتضمن نوع من الرسالة السياسية لحزب الله يعني هو لا يريد أن يذهب في مواجهة مع حزب الله لكن في نفس الوقت يقول لحزب الله أن هذه اللحظة يجب أن تقدم تضحيات فيما يتصل بالوضع ليس فقط بشأن تسليم وهو أشار أنه تسليم المتهم لأنه بتقديري أيضا ويوجه رسالة سياسية بأنه يجب إعادة النظر بكل ما وضعيتك القائم اليوم في لبنان وطريقة أدائك على المستوى اللبناني هل يستجيب حزب الله؟ أنا أستبعد أن يستجيب حزب الله لأنه في نهاية الأمر حزب الله يرتبط بقراره بقرار إيراني يصدر في طهران ولا يصدر في بيروت ولا قدرة لحزب الله ولا لأمينه العام أن يأخذ قرارا مستقلا في قضية مثل هذه القضية على هذا المستوى أي تغيير المنهجي السياسي وطريقة التعامل مع القضايا الوطنية والإقليمية من بيروت الأستاذ علي الأمين الكاتب والمحلل السيسي لبناني شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر